اهلا بكم مرة تانية واخر فقرة في نهارك سعيد النهاردة في كلمات بنسمعها بتتردد بقالع فترة زي فلولو اشندات وبلطاجية ومطير الشغب في كلم كتير بنسمعه لكن من ضمن الحاجات المستحدثة الايام دي الالترس الالترس بقت كلمة درجة جدا وهم مشجعين الاهلي والزمالك يوم السبت اللي فات جاء مهير من الالترس الاهلي والزمالك انضمت لمعتصمي مدان التحرير وقلقوا شماليخة عند ابن طلعت حرب ورددوا اهتفات ايد واحدة ايد واحدة متعرفة لين الالترس او جماهي يعني هو المشجعي النادي اللي بيحبوا ناديهم جدا وبيروحوا في كل حتة هيكون معنا النهاردة اثنين من الالترس هيكون معنا اسلام فؤاد المشهور بسمسم كابو الالترس ريد هيل الاهلي سبعة الهيل اسلام وهيكون معنا محمد فتحي عضو حرفيش ويت نايتز الزمالك حرفيش هي سكشن يعني من من الالترس بتوقع الزمالك صباح الخير بخير بخير هذا الكيان او النادي جاية من الالترا يعني اه من الالترا هي معناها اصلا مش الالترس اسمها اولترس اولترس وهو اول الترس تعمل كان في ايطاليا ويتنقل بقى الفكرة للمصر وكان اول الترس في مصر اليو اي او الالترس الاهلاوي زي الريد هلم بس احنا بنمشي نظام المنتاليتي المنتاليتي اللي هي العقلية او الفكر اللي احنا بنمشي عليه اللي هو اللي هو ان احنا انتي ميديا ان احنا ما نظهرش في التلفزيون بس احنا طالما خرجنا عن التالتة شمال فمتاح لنا الميديا اه تمام في ان احنا تشجيع تسعين دقيقة بدون الكطاع حتى لو الفريق مهزوم او كسبان تمام طيب خلينا نروح لمحمد كلمني يا محمد برضو عن الالترا وكلمني عن الحرفيش اللي هي ساكشن من هو عمت النفس الكلام اللي قال له اسلام بالضبط بس بيختلف في حاجة عندنا احنا عندنا مش كورفة نورد كورفة سود كورفة تمام اه برضو ما فيش ميديا نفعش نظر في الميديا الا يعني في ظروف خاصة في القلية زي النهاردة كده عرفنا نحنعكم ان انتم جيج اه بس بشكل من كده طب يوم السبت اللي فات لقينا الالتراس الاهلي والزمالك التحد وقالوا كلنا ايد واحدة ونضاموا لمطاصم التحرير القرار ده جيمني انهال فيه كان تنصيق بينكم يعني بما ان انتم كل واحد فيكم يعني في جامد يعني في الالتراس بتاعهم هو مفروض ما فيش حاجة اسمها تنصيق لان احنا في وقت المحن كله بيبقى ايد واحدة فيش حاجة اسمها اهلي او زمالك او اسماعيلي وكل واحد ليه حرية التعبير يعني احنا هنو اعتبر مواطنين من الشعب المصري بان اتنصيبش ان حاجة اسمها التراس دي حرية رأيي للمواطن انتو لما انزلتم بلاقي التحرير فيه بعض الناس اتهمتكن انكم موثيري شغب ورميته شماليخ على قوات الامن المركزي تردوا وتقولوا ايه الناس كلها بتتفرجوا لي لا احنا مش موثيري شغب فالص طب ايه اللي حصل ايه موضوع الشماليخ وموضوع الحاجات ايه هو عمتا دي نوع من انواع التعبير عن نفسنا بس مش اكتر من كده من دين التحرير بس لكن احنا ولا موثيري شغب ولا اي حاجة طب هي الشماليخ ممكن تصيب الناس باسابات او حاجة تصيب لما يعني لما تنوره يبقى اوي لكن لما الحادث بتاحه ما تتفي خلاص بس صارش بعدين دي الشماليخ متاح في كل دوق العالم يعني فيه في التونس متاحة في المدرجات بس هنا عشان عندنا اتحاد الكورة فاسد يعتور كادة سامير زاهر لا لا استنى بس استنى ده عندنا ده تحامل التراس سامير زاهر رئيس اتحاد الكورة له حق الرد الكامل مشكلة الشماليخ انه لما بتترمي في الملعبة ده لحد يعني معرفة تانا البسيطة بتعمل دخين وبتوقف الماتش وبتعمل بس في حالة واحدة لو انا قريب من واحد وحدفت قليل الشماليخ انما هي الشمروخ بتاعنا يعتبر فرحة احنا عندنا فيه اغنية منزلنا في سي دي اولتراس اهلاوي اسمها المدرج حتى مني ايو ما هو سؤال هو الشماليه دي بتمسكوها وتبدل منورها في ايديكو ولا بتحذف الملع لا بس احنا ما بنحذفش وخيات جروب احنا ما بنحذفش طب ما هي فيه مشكلة يعني الاولترا مش هو اللي بيحذف يعني هقول لك حاجة احنا ما فيش كنترول على المشجأ ما احنا فيه دايما عندنا دلوقتي يعني بعد عشان انت بس قلت اتحاد الكورة فاسد فدي كلمة كبيرة قوي علشان موضوع الشماليخ لانه موضوع الشماليخ دلوقتي ايو ما هو انت بتقول انتو مسؤولين عن نفسكو بس فيه الناس انتو مش مسؤولين عنها لو هو سمح بالشماليخ في الاخر فيه ناس بتخش ترميها زي ما احنا فيه عندنا ناس بترمي مولوتوف على قوات الامن احنا مش عارفين ازاي يعني ناس راحت وجابت بنزين وحطيتها في ازايز وراحت عدفها على قوات الامن طب دي هنسمح بيها ازاي لك هننكلم الشماليخ بتوقف الماتشات كابتن سامير زاهر من احسن رؤساء اتحاد الانداء من اتحاد الكورة الفترة الاخيرة بس بالنسبة لموضوع الشماليخ دي يعني تعتبر انها اتهم لينا احنا ما بنحدفش لان احنا اصلا كجروب في التانية احنا بنحدفش شماليخ كجروب تالتة برضو ما فيش كنترول على المشجأ كانت كل البرامج والقنوات بتوشيت بالتشجيلة بتاعكم ومرة واحدة قلبت عليكم الدنيا بسبب الشماليخ وتسلل المشجعين في ماتشات دخلية دخلية فيها الجمهور دخلية ايه؟ ماتش الدخلية ماتش الدخلية بالنسبة للاهلي والزمالك شرطة طيب اه اه تفسيركم لده ايه هدفكم من ده محاولة تقتحمل ماتشات برغم القرارات بان ما فيش جمهور هو بيبقى حب زيادة يعني انت ما 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 يحب حاجة. لا بس بس ما تتنعيش برضو انه اربعتاشر واحد هيخشوا ارتحام ويترسروا ويعملوا اربعتاشر واحد. احنا شفنا نياز فجأة ظهرت في المدرجات. طيب ايدخل الزجاي. زمالك ولا اهلي. ده لو ماتش زمالك من اربعتاشر. محدش وصل المدرج ان هو يشوف الملعب. بص هو في الاخر احنا كلنا مصريين الاناتي بقى اش بكلمكم على ان انتم اهلي وزمالك انا بكلم بشكل عام. اه نظرية ان احنا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه. طالما احنا احنا متفقين انه في ناس تسببت في مشاكل في ماتشاته قبل كده. فبالتالي صدر القرار ده قرار عقابي. ومفروض ان احنا نحترم القرارات دي. ليه ما نحترمهاش? تماما. احنا نحترم قرارات تحت الكرة طبعا لان هو كبير الكرة المصرية. طب يعني احنا نضمن نضمن انه اه في الفترة اللي جاية مش هيبقى في تحدي للقرارات ومحاولات لحامل الماتشات? اكيد. لو اتمنع منها الجمهور? اكيد. 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 وتمنى ان انتو كالتراس تقولوا للنسبة ان انتو موافقين على منع الشماريخ لانه منع الشماريخ لو انتو بتستخدموها بشكل كويس غيركو بيوسي استخدامها. اكيد. يعني موافقتكم على منعها ده شيء مهم. اكيد طبعا انا معك في كل حاجة. طيب اه انا عايز اعرف حاجة. اه اه هل في ناس بتحصل تجاوزات من عندكم? يعني من من الالتراس محاولة برضو يعني خلينا واقعين محدش بدر يتحكم في كل في كل الناس يعني. مما كان انتو في الاخر انتو مجموعة محبة للموضوع. لكن مش بشكل رسمي مفيش اه يعني ملكمش سلطة عقابية على الناس اللي معاكو. اه ده بيسبب تشويه للنادي وبيسبب مشاكل للنادي نفسه. ويمكن النادي بيتعاقب بحرمانه من الجمهور. زي ما الجمهور بيتعاقب. انتو شايفين انه اه اه نعمل ايه? نتصرف ازاي? او نكلم الجمهور ولا نعمل ايه? ولا نكلم الناس معاكو? ولا مين مفروض يكلموه? اه مفروض يعني يجي التحدي الكرة يصدر قرار. اه. بمنع الشماريخ. وما يجي يمنع حضور المباريات يبقى فيه تأمين كافي. بحيس ان ما فيش حد يقدر يتسلل. لان دي تتحاسب علينا احنا. معتزاري يعني. هو ما فيش تأمين في الدنيا ممكن يكون كافي اصاد الاعداد الغفيرة من الجمهور. لأ بس احنا 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 من الاهل. اعدادها اه قد كده. لأ بس اهلي او زمالك روح اربعتاشر فرد. واتنسبت ان هي دول اولترا. طب دخلوا ازاي? هم اربعتاشر فرد بس دخلوا ازاي? ايه ما هو صعب يخشوا بتسلل. يعني عارفين ان التأمين بتاع المطشاط بيبقى قوي جدا. ايه اربعتاشر واحد يبقى صعب. ايه برا مثلا يعني لو احنا بنتكلم ان اربعتاشر فلتوا يبقى فيه ممتين تلتمية ربعمية خمسمية متعرفش بقى العدد قديه برا عشان يفلت العدد ده. ايه ممكن. ممكن. طيب. يبقى ايه يعني بحنا مصور. بس معظم معظم الجوب المطش ده في عالم مرحش. بس معظم لان ما فيش اعلان رسمي ان احنا راه. طب يعني انا برضو تعالى نبص الحتة تانية. تمام. اقتحموا. هو الاقتحم ده مش حصل في تدمير. عشان يعدوا يعني. مش اكيد خبطوا في زباط وفي عساكر وفي وفي حديد وفي كراسي. منشآت وآآ. طيب منشآت. يعني ده احنا مفروض نحافظ على منشآت بلدنا. اكيد نحافظ على منشآت بلدنا. نقتحم وهو كده بالعافية. لا لازم نحافظ على منشآت طبعا. طيب مسيرة الالترس ده التحرير في تسعة تسعة اللي فات في الجمعة تصحير مصر. آآ آآ ربطتوا مع بعض الزعيل. انتم ربطتوا قبل ما تروحوا ولا روحتوا لقيتوا بنفسكم في الميدان مع بعض. لا هو عن متن الارتباط حصل بالاكتف في الجروب واكتف في الجروب التاني. اللي هو اليو ايه. بتاعك هو على الفيسبوك. آآ في على الفيسبوك الاول وبقدر نتجمع في المعاعد وبنتقابل في متى التحرير وبنمشي المسيرة سوا. بس. طب انا عايز عرف حاجة. آآ آآ هل الالترس يعني في التعامل مع بعض بقى كاهلي وزمالك. هل في صداقة بينكم كده زي صديق يعني 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 لعيب الكورة كلهم هاتل يوم اصدقاء. الدليل هو. الدليل هو واضح احنا مع بعض جامعة وسنوي واصدقاء زي ما احنا مش مشك. طب بما ليه ليه بينشوف مشحنات واحيانا بيحصل حداثة. آآ مش. عونف ما بين الترفي. مش الدول كله يعني اشخاص. يعني ما هو ما هو طب ماشي. اشخاص مندسة. لا ما هبص هقول لك الحاجة. احنا تحبنا بقى من كلمة مندسة. عمالين نسمع مندسة مندسة مندسة. لا كله كله كله. او كله. طب اه هل كله دي بتبقى تابعكو يعني بتخرج عن شعورها ولا ايه اللي بيحصل. بيبقى فيها يعني ايه طرهم شرطا من كده. يعني او ايه منافسة في الملعب مشارطة. بس برا الملعب خلاص. طب انا عندي اه سؤال برضو يعني برناس كتير بتسأله هل الالترس في بنات ولا انتوا قولت بس. هو كجروب الريدهيل. اه. كجروب الريدهيل في بنات. ماشي على ارض الواقع يعني ما فيه بنات بيروح. ايوة في ايوة في سيكشن بنات مسؤولة عنه اسمها اميرة. ام. دي مسؤولة عن السيكشن البنات موجود فيه تلاتين عضو. تلاتين عضو. لان احنا ما كانت تانية جمال. لان احنا بيدي عن الالترس الاهلاوي. الالترس الاهلاوي حاجة. انتوا حوالي ايه الالترس يعني انا ايز اعرف الالترس الاهلاوي ده عدد وحوالي قد ايه برد؟ الالترس الهلوي يعني مليون مصر كتير صعب ان احنا نحصر. انتو كم طب الريدهيل؟ الريدهيل داخلين حد الان في تلات تلاف مشجع. تلات تلاف مشجع وانتو عندكو في حرفي شوية اتنا. اعرفيش حوالي سبعة تلاف. سبعة تلاف. سكشن واحد. ده سكشن. طب انا عايز اعرف حاجة هل انتو فكرتوا تستخدموا يعني قوتكو العددية دي وتعملوا حملات مسلا تنزلوا وتنظفوا البلد. تعملوا حاجات يعني يعني برضو يعني بتستخدموا ده ازاي. كمان انا عارف ان انتو غالباتكو طلبة. يعني ما بتشتغلوه جدي. فممكن تقدروا تعملوا انشيطة خيرية. هل فيه توجه لده ولا هو الاتجاه بس للكورة؟ لا عادة والله ساعات بننزل ننظف الشوارع في الفترة اللي فاتت لها بعد 25 يناير. كان فيه حصل في الشوارع تنظيفه وبتاعه وكنا بننزل عادي ونتجمع بس كل يعني كل مجموعة اللي ساكرة في منطقة واحدة. مش كلنا في حتة واحدة. يعني في عينشمس مثلا كلنا في عينشمس من نتجمع وننضف الشرع ده والشارع ده والشارع ده والشارع ده والشارع ده. حاسب بقى كل منطقة في الجروب. تدعو بعد ان انتو تنزلوا وتعملوا حملات من النوع. اه في كل منطقة الناس اللي فيها. طب هل انتو عندكم استعداد لو في جماعات تانية او في ناس تانية بتعمل انشطة خيرية ان انتم تخشوا معاهم. يستفيدوا بعدد كو الكبير دو انتم ممكن تعمل اهw aw凄 اكيد. ده حديد دعب على الهوائل كل من يقومون بغيوض خيري في البلد. ومحتاجين عدد من الناس يشاركوهم ايدي في ناس مع انا اهو حاجة بتاع ات عشر تلاف بني ادم ممكن اه يساعدوا. طب اه انتوا ايه يعني احنا بنشوفكم في المشب تتبقوا دايما انا عاملين دوسة. عاملين هتفاتكم. اسلام اهم هتفات الاهلي يا ردهل ايه? اهو الاهلي عموما مش ردهل بس. التالتة شمال. التالتة شمال اهم هتفات التالتة شمال ايه? هي التالتة شمال بنهز جبال وبقى على صوت جاي نشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم قدي له عمر وبرده قليل. محمد زمالي. انا الليلة جينا. وبطولة الدور ان شاء الله لنا. الاهلي ولا اسماعيلي. الزمالي كونادينا. بس. طيب اه بما ان انتم طلبت جامعة هل اهليكم موافقين ان انتم تنزلوا? يعني انا هفكر بس هقول للمشاهدين على حاجة بنويدة من من يمكن من اهم رجال سيا من ان قال تعليق على المصريين. قال المصريين اه هما الشعب الوحيد الولادو. ما بيخافوش ان هما يروحوا يموتوا في مدانة التحرير. لكن بيخافوا ان هما يقولوا الاهليهم ان هما رايحين الميدان. ويمكن في احداث طريفة جدا حصلت من الموضوع ده. هل انتم اهليكم بقى موافقين ان انتم تبقوا وانتم اهليكم وقالوا ايه لما انتم قلت لهم احنا رايحين التحرير. يعني برضو حطونا معاكم في السور. لا في الالترس عامة انا ابويا والدي يعني مش زمركاوي اهلاوي. بس عادي. في حرية شخصية. انا. طبعا ما زم اقولت له ان احنا رايحين بقى مدانة التحرير ما قالكش حاجة ولا? بس اهو قال لي لا في الاول طبعا وعدت حال عليه وبتبقى قلت له مش عامل قلع ومش عامل مش عامل مشاكل وكده انا في حالي. مخافش عليك بقى من قلعب المسيرة في الدماغ. هو قال له بعيد بس يعني هو قال لي ايه وتؤمنني ومتأخرش وكده. اه اسلام.